اكد سعادة السيد جمال محمد فخرو نائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ وتطبيق التوصيات التي يعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي خلال انعقاد الجمعيات العامة للاتحاد جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد فخرو باسم الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ضمن أعمال الجمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي أوضح فيه عددا من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتفعيل توصيات وقرارات الاتحاد البرلماني الدولي خلال العام الماضي مثل المساواة بين الجنسين والبرلمانات للنوع الاجتماعي المراعية للنوع الاجتماعي ودور المملكة في نشر التعايش السلمي واصدار قانون يجرم الإساءة للأديان وانشاء المركز الوطني للأمن السيبراني واصدار قانون لحماية المعلومات الشخصية وقانون لجرائم تقنية المعلومات وبيّن فخرو أن البحرين وقعت نحو أربعين اتفاقية أقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات وفيما يتعلق بتحديات تغير المناخ وضعت المملكة مبادرات كثيرة من أجل الوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام الفين وستين وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول العام الفين وخمسة وثلاثين إلى جانب الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ واصدار قانون جديد يتعلق بالبيئة وتغير المناخ ترجمة نانسي قنقر